محمود اللي هو من مصر وبيقول إنه ما قدم على طلب لجوء وحاليا دلوقتي عنده عمل فهو بيسأل هل ممكن ومعاقل بي أينس هل ممكن إنه هو يقدم على فيزة عمل الفكرة هو بقاله كم سنة هنا في النمسا دي أول نقطة النقطة التانية خلينا نكون واضحين المصريين العراقيين الجزائرة التوانسة الدول دي شبه مستحيل إنه هم ياخدوا إقامات لجوء هنا إلا لو بجد في شيء خطير يعني ديني سبب ديني قوي سبب سياسي قوي أشياء تكون فعلا قويات تديهم إقامة وبالنسبة لإقامة العمل أو إقامة حق البقاء زي ما بنقول عليها الشخص من حقه يبدأ يحصل عليها ابتداء من وجوده في النمسا بخمس سنين ممكن أقل من خمس سنين بس لازم يكون في حاجة قوية جدا اندماج قوي جدا يعني عنده طفل أو حاجة أما ابتداء من الخمس سنين هي المفروض ابتداء من وجود الشخص خمس سنين ولازم يكون اندماج قوي مش بس بيئة أينس وشغل حاجات كتيرة لازم تتخذ بعين الاعتبار في ناس كتير عندها شغله معها لسيئة أينس كمان ومش طالع لها إقامة بس هو ممكن يغير من اللجوء لإقامة العمل هو عنده لجوء؟ هو بيقول كان مقدم لجوء بس ما جلوش لجوء؟ لا ما جلوش لجوء؟ لا طيب؟ بس هو دلوقتي شغال وعنده عمل وعنده دخل وعاقه معها لبيئة أينس هل ممكن يحول الفيزا من اللجوء لفيزة عمل؟ دي ما اسمهاش تحويل فيزا تحويل فيزا الكلام ده لو معه لجوء هو لسه قضية اللجوء بتاعته شغالة ما خدش قرار فهو دلوقتي بيسأل لأنه عارف أنه مصري صعب أنه يحصل لجوء فهو بيسأل يقدر يحصل على إقامة عمل بدل اللجوء فلا مش بسهولة أنه يحصل عليها لازم يكون فيه اندمج قوي جدا وأنا بفضل لو سمحتوا أن الأشخاص اللي هم من الدول اللي هي تعتبر عالميا دول مستقرة زي مصر والعراق وهكذا يفضل أن من فضلكم ما تسيبوش نفسكم لآخر لحظة وتستشيروا حد استشيروا حد يقول لكم إيه هي الأشياء اللي ممكن تديلك الإقامة في النمسا مش شرط الجوء ممكن إقامة لأن في ناس يا دكتور ممضوح أنا دي حالة حصلت ومش حالة واحدة بس حالات عراقيين هم عندهم أسباب لجوء وعنده فيه أفكار ممكن تديلوا إقامة بس ساب نفسه لحد إمتى أنا رايحة بزوره الشهر اللي فات بسجن الترحيل اللي هو بسجن الترحيل عايز يقولي الأسباب خلاص الوقت عدة فمن فضلكم إلجأوا لحد قبل ما يعدي الوقت واعرفوا إيه الأشياء اللي ممكن تخلي يطلع لك إقامة في النمسا تواق لجوء أو عمل